بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم بقى عن تكامل عملية صناعية ممكن عملية كاملة صناعيا وعملية تانية بدل ما كل واحدة منهم بتتعامل لوحدها ممكن نحاول ندمج الاثنين مع بعض بحيس ان احنا مسلا ايما نستفيد من ميزة في ده اه وصلاة عيب في ده يعني ده عنده ميزة ممكن تفيد عيب للتاني ممكن نستخدم اه اه كومان ريشورس ما بين الاثنين موارد مشتركة بين الاثنين دي مسلا محتاجة مسلا معين ودي محتاجة نفس السولفنت طبعا بدل ما دي فيها سولفنت فيها ودي دي نفس السولفنت وريجين ريشن ندمج الاثنين مع بعض ويبهو واحد في ريجين ريشن يونت واحدة وهكذا في ناس ممكن متفكر ان هي تدمج ايه صناعات مع بعضها تدمج مصنعين مع بعضها او اكتر فده مسلا مثال من صناعة الغاز الطبيعي انه مش هنخش تفصيل كتير بس صناعة الغاز الطبيعي بتحتاج اه جزء كبير كده لانه بيفصل مكونات من الغاز الطبيعي بيفصل ميثين لوحده وبقيقة الحاجات الاتقل من ميثين نسميها ناتشورجازليكوودز بيفصلها بالتبريد فهو عنده آآ نزام تبريد كبير بيفصل مثلا هنا ملاووسات او شوائب مع الغاز الطبيعي وبعد كده بيستخرس منها كل اللي هو عايزه اللي هو سيت اتنين بلاس اللي هو الازيان والبروبان والكلام زي كده بالتبريد وبعد كده بيدغط الغاز اللي هو ده ويبعتو على مصانع اسالة الغاز الطبيعي اللي هو اللي بفاноз ناتشور الجاز عشان يسيله عشان بقى تصدير الغاز الطبيعي الاماكن تانية وكده جوه مصنع تصدير الغاز الطبيعي بيرجع برضو يفصل شوائب تاني ويفصل برضو المياه تاني بس بنسب بقى اعمق بكتير لان المصنع ده مش زي المصنع ده المصنع ده بيفصل على قد ما هو محتاج يعني الشوائب ممكن يسمح بيها لغاية لمت معين المصنع ده ما يفتعش بالنسبة له الليمت ده لازم ينزل عن كده اكتر لازم ينقيه اكتر من كده بكتير وبعد كده بيبتدي يدخلوا على برضو نظام تبريد علشان يسيل الغاز الطبيعي فهو هنا بيفكر قالك طب ما ده فيه تبريد وازالة شوائب وده فيه ازالة شوائب اعمق شوية وتبريد اعمق شوية ده مصنع مكلف جدا طبعا ولو قصته وده برضو مصنع مكلف ولو قصته بدا من الاتنين بيعتمدوا على ازالة شوائب والاتنين فيهم تبريد طبعا ليه بدي بنيشي اللي اتنين مع بعض اعمل واحد التبريد واحدة كبيرة جدا واعمل نظام ازالة شوائب واحد كبير جدا واستفيد للاتنين مع بعض هل ده هيبقى مناسب الا مش مناسب هو بيفكر بحاجة زي كده بدأ يعمل عملية مدمجة زي المنظر ده عمل نظام واحد ازالة الشوائب وعمل نظام تبريد واحد كبير جدا يخدم داي ويخدم داي فوحد الـ resources ما بين الاخنين وحد الـ utilities ما بين الاتنين processes مع بعض وبعدين بدأ يعمل دراسات كتير بتاعته وبعدين بدأ يثبت انه هو بعد ما شاف انه العملية دي افضل او احسن من انه كل وحدة منه بتتبنى الوحدة فبدل ما الشركة مثلا تبني الخط انتاج ده لوحده مثلا الوحدة دي بالكامل لوحدها وبعدين مصنع تانية او وحدة تانية تبني كل ده الوحده او الشركة تبني ده وتبني ده لا ممكن يبنوا الوحدة المشتركة اللي هو بيول عليها دي او الوحدة المدمجة اللي هو بيول عليها دي او التكامل اللي هو قال عليه ده حتى بيسميها integrated ngl و lng integrated المتكاملة اللي فيه تكامل ما بينهما بالإثناء دي بس فكرة ببساطة فانعايز اقولك انه فيه ناس بتفكر بالفكرة ده انه ازاي ادمج مثلا بروسس معينة مع بروسس تانية بروسس مثلا كلها مثلا على طول كل شغالها اكزوسيرميك 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 وبروسس تانية كل شغالها اندوسيرميك طبعا نظرية ممكن ادمج الاتنين مع بعض وطلع الحرارة من ده للحرارة من دي زي ما عملنا في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن الرياكتور فيه تفاعل اكزوسيرميك تفاعل اندوسيرميك ممكن البروسس دي كلها تكون مثلا عندها مثلا مثلا كهرباء زيادة مثلا بتطلع منها لأي سبب من الأسباب البروسس التانية تفاعل بيحتاج كهرباء اصلا فدي تخدم على دي لو قدنا ندمج الاتنين مع بعض دي تساعد دي وهكذا فممكن دي تدي لدي مثلا حرارة دي تدي لدي مثلا الكهرباء دي تدي لدي مثلا مادة كيميائية ده ناتج عندها مش عايزة والعملية التانية دي محتاجة الناتج ده هو فدي تدي الناتج بتاعها لده بس يب والاتنين جمع بعد شان نوفر ثمان التكلاف وحاجات زي كده طبعا هاكون ده بس مفتح كلام بطريقة بسيطة لكن مثلا ده كتاب زي مثلا فيها مثلا كتير جدا على التكامل العمالات الصناعية الكيميائية زي ما تفاعله ده كورس كبير جدا وعلم ممتع جدا وجميل جدا 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 وقلوه برامجه وقلوه شغله وممكن تعمل طبعا حاجة زي كده غالبا يعني سهل ان شاء الله تعملها هو الاسطل الهيسس والاسبين بلاس معامل عشان نحن نحن ندي فكان سهل ان شاء الله نستعملها عليه بس طبعا هتبقى بروسس كبيرة شوية لكن زي ما انت فقط احنا بنختار البرنامج المناسب ونبتين نشتعل عليه فيه تطبيقات انتجريشن تانية بتحتاج برامج تانية متخصصة اكتر ساعات طبعا مع نسخ المختلفة من الهيسس والاسبين بلاس بيزودوا موديولز وبيزودوا كذا سوفتوير فارعي من الهيسس الكدير بيساعد ان انت تقدر تشتغل عليه اوبشنز زيادة كل سنة بقى بينزل نسخ مختلفة منهم زي ما طبعا انا كل اللي يهمنا ان السوفتوير بالنسبة لي وسيلة مش هدف انا انا يهمني ايه ان انا بقارن بدائل مختلفة مع بعضها انا بقارن ما بين انا ابني البروسيس دي لوحدها والبروسيس دي لوحدها ولا ادمج اللي اتنين مع بعض في البروسيس واحدة كبيرة بنظام تبريد كبير وبنظام ازالة شوقيف كبير بنقارن اللي اتنين دول مع بعض ونشوف مين في يوم احسن ده الفكر اللي عايزين نطواره ده الفكر المختلف اللي عايزين نقدمه ده اللي احنا بنتقر عليه اتفقنا؟ نكمل بان ان شاء الله همسي لك جاي معنا شكرا